اشتركوا في القناة على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين والحرص المتبادل على تطويرها حيث تعود العلاقات بين البلدين إلى أكثر من قرنين من الزمان وتستند إلى عراقتها التاريخية ونمائها المتواصل في مختلف المجالات وخلال اللقاء الذي جمع جلالة الملك المعظم والملك شارلز الثالث في قصر وينسر أكد جلالة الملك المعظم رعاه الله اعتزازه بدور الملك شارلز الثالث في ترسيخ العلاقات الثنائية وروابط الصداقة المتميزة مع مملكة البحرين لما فيه خير وازدهار الشعبين الصديقين كما تم استعراض مسار العلاقات بين البلدين الصديقين والتأكيد على أهمية تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين وترتكز العلاقات البحرينية البريطانية على أساس قوي تؤكده زيارة جلالة الملك المعظم ولقاؤه جلالة الملك شارلز الثالث وحرصهما على تمتين العلاقات وتقوياتها وتبادل وجهات النظر بشأن ملفات وقضايا المنطقة والعالم فقد بحث جلالتهما عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بما فيها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي هذا الإطار أشهد جلالة الملك المعظم بدور المملكة المتحدة المحوري والمهم الذي تقوم به على الساحة الدولية وجهودها الفاعلة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي بدوره أعرب جلالة الملك شارلز الثالث عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على حرص جلالته على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ومسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومن خلال اللقاء الذي جمع جلالة الملك المعظم وجلالة الملك شارلز الثالث ضمن زيارة التي يقوم بها جلالته إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة تلقاها من ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية والحفا والتي لقيها جلالته من جلالة الملك شارلز الثالث يتأكد المستوى المتطور الذي وصلت إليه شراكة البحرينية البريطانية والحرص على تعزيز المستقبل المشترك والعلاقات التاريخية بين العائلتين المالكتين في البلدين والتوافق حول العديد من الملفات الحيوية والالتزام بتعزيز التعاون في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من قصر وينسر بالمملكة المتحدة على امتداد عقود عديدة اتسمت العلاقات البحرينية البريطانية بالقوة والتماسك والتطلع الدائم إلى تطويرها فالعلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة تعد واحدة من أقوى وأعرق العلاقات السياسية والدبلوماسية المستندة إلى تاريخ طويل من التعاون والاحترام المتبادل الذي يعود إلى أكثر من مئتي عام وقد تميزت هذه العلاقات باستمرار الزيارات الملكية التي لعبت دورا حيويا في تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين وتعكس هذه الزيارات بين قيادتي البلدين التقدير المتبادل فلطالما ساهمت في تعزيز الروابط الإنسانية وأواصر الصداقة بين الجانبين وخلال اللقاء الذي جمع جلالة الملك المعظم وجلالة الملك شارلز الثالث في قصر وينسر أكد جلالته وأيده الله اعتزازه بالعلاقات التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة وعمق تلك العلاقة الراسخة على مر التاريخ فعلى مدار الأعوام السابقة شهدت العلاقات البحرينية البريطانية كثيرا من التطور والتعاون المشترك في مختلف المجالات على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخلال اللقاء بحث جلالة الملك المعظم وجلالة الملك شارلز الثالث عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بما فيها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأشاد جلالته بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة المتحدة على الساحة الدولية وجهودها الفاعلة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي ويحرص جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه وجلالة الملك شارلز الثالث عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة إلى الارتقاء بالعلاقات القوية بين البلدين والمصالح ذات الأهداف المشتركة ودعم روابط الصداقة المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين تتميز علاقات الصداقة البحرينية البريطانية بالقوة والتطور بالنظر إلى جذورها التاريخية التي تعود إلى أكثر من مئتي عام حيث ترتكز على حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتحقيق مزيد من التقارب القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من قصر وينسر بالمملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر